محترين نفرق ما بين الصواني اللي بالصوص لبيض والصواني اللي بالصوص لحمر يا ترى انه افضل وانه احلى وانه مفيد وانه افضل تعالوا مع بعض نعرف ايه الحكاية من الاول الحكاية حلوة نبداها بذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ونحط لايك للفيديو كده مع بعض اهو قدام حضراتكم تلت بريات متنظفين متأشرين متأسقصين متتبلين ملح وكمون وشوية توم وشوية لمون وشوية كصبرة وهنا فرشنا الصينية بشوية بطاطس وحطينا الخلطة بصل وفلفل الوان وخضرة وبشر جزر اما الصوص لبيض ده سهل اوي كلنا نعمله على المتجاز ازاي شوية زبدة كده بنسيحهم وبننزل عليهم بشوية توم وشوية بصل نعمين يحمرهم بننزل عليهم بمعلقتين دقيق ونقلب ده بالدقيق في الزبدة نحط شوية لبن كباية لبن يعني وبعد كده نقلب مع نص كباية كريمة لباني شوية ملح ممكن ملع الدجاج لو ام كان براحتكم مش عايزين بلاش لمونة وشوية ملح قلنا وفلفل ابيض وكمون وكصبرة دي البهرات بتاعت الصوص الابيض وهي دي الخلطة زي ما حدراتكم شفتوا كده حطينا ايه البطاطس وفلفل الالوان وبشر الجزر اهو وحطينا البصل بقى والحاجات الحلوة بتاعتنا الخلطة عمتا يعني ساعات بنعملها مرتة نفضل ندعك كده فيها لما نحط عليها ملح وزيت لما نعملها زي نظام مرتة ونشتغل دي تمشي ودي تمشي اه وبنحط الصوص الابيض ده في الصينية الاولانية اللي حدراتكم شفتوها اما دي بقى هي هي نفس الخطوات ولكن خطوات الخلطة خلي بالكم خطوات الخلطة والبطاطس هي هي نفس الفرشة ولكن الصوص بيختلف تمام كده هي البهرات وهي البطاطس هناك بوري هنا سمكة شريفة عملنا لها ايه برضو بصل وتوم حمرناهم في زيت على البتجاز ونزلنا عليهم بعصير الطماطم والصلصة هتشوفوه دلوقتي يبقى عرفتوا الفرق بين الصنيطين الصنية اللي معمولة بالصوص الابيض او بالكريمة والصنية اللي بصوص الاحمر هي اهي هنا بقى التسبيكة او التخديع عملناها باللب الطماطم معشرين الطماطم طبعا او سلقينها ومعشرينها عادي ضربينها في الخلط مع معلقتين صلصة ونحط بقى هنا اللي بصوص الاحمر ده ممكن تحطوا عليها فيلفل اصمر وشوية شطة اما اللي بصوص الابيض فيلفل ايه فيلفل ابيض ركزوا تمام كده البطاطس ممكن تدلها تحميرة في الزيت وممكن تسلقوها دي تمشي ودي تمشي ايه حكاية الماكرونة اللي تتحط في الصواني دي دي زيادة حلوة بتد قيمة غذائية عالية اما يبقى بطاطس وماكرونة باكيتة وماكرونة قلم احيانا بنحط معهم سفود فواكه البحر بتتحط مع الصواني الحلوة دي زي الجندفل زي الكابوريا زي الجنبري زي الصبير بنفرش بها احيانا الصواني وبنعل الجودة وبنعل القيمة الغذائية بص حضرتك اهو قدام منك صواني بصوص الابيض هنا بقى ينفع اللوت والاروس وينفع معانا الاشربيات والوقار والناجل الحر والبوري كل ده ينفع في الصواني شايفين اهو عايز لايك ورأيكم في التعليقات لو فيه اي استفسار واشتركوا معايا في القناة عشان تشوفوا كل جديد حينزل باذن الله ومعاكم وحبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فودا دايما هنبهركم بكل جديد في عالم المطاعم والفنادق الى الامام بكم ان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شارك